بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم فيديو سريع هذا بناء على طلبكم صراحة في صفحتي في الفيسبوك كانت بزاف اللي كتبوا لي أستاذة واش لازم نديرو مرناش مراجعين يعني فات الوقت بسرعة وما قدرناش نلحقو ورن في امتحانات الفصل التالي أو التاني عفوا وما عرفناش كيش نديرو وما عرفناش ماش نبدأ وماش نكملو عدنا بزاف سعى المواد وإلى غير ذلك يعني من الأمور بون أنا صراحة ما كنتش حابة نوصلوا لهذا المرحلة لأني أنا ضيجة قدرت لكم فيديو قدرت لكم باللي بداية من شهر مارس لازم تكونوا ضيجة بديتوا لغيفيزيون ولكن هذا مش مشكل خلاص مادام رانا فيها ومادام جاوا الامتحانات وكايم بزاف لهم عادة ما راجعوش ولا كيلي ما راجعوش مليح ولا كيلي عندهم نقائص في المراجحة معليش أنا نعطيكم دي زاستوس باش إن شاء الله بهاد دي زاستوس رايحين يعني بو زالي ريكوبيري اوكي بون اول شيء لازم تديروه هو ينفو با بانيكي ينفو با ستخيسي يعني ما تستخيسيوش وما تبانيكيوش ما تخافوش وما تقلقوش غستي فوق هذي اول حاجة لأنه هاد الستخاس الزايد تعكم وهاد الخوف الزايد ممكن يكون عندو تأثيرات سلبية عليكم على الدراسة تعكم ثاني حاجة اللي رغم متأخرين ولا اللي ما راجعوش مليح وعندهم نقائص في المراجعة عن تحهم وما زال باقي لهم بزاف سعى الدروس باش يراجعوهم قبل ما تديروه اي حاجة اذا كنتو ماسكين ستيلو ولا ماسكين الكرس ولا حطوه وروحو تبضو وصليو ركعتين اوكي بنية انو ربي سبحانو رايحي وفق لأنو صدقوني بالصلاة رايحين تحسوا بوحد الراحة وراح يمشيكم هاد الوست خاص وهاد الخوف وهاد القلق وإلى غيرها يعني حطوا كل شي وروحو توداو وصليو ركعتين ونوي وقلوا يا ربي سهل لي هاد الامتحانة هاد الفصل هدي تاني حاجة تالت حاجة خدوا ورقة بيضاء ورقة بيضاء وفتحوا الكرة سنتاعكم وراجعوا فقط لشوز اللي بلوز امبوختان يعني فقط العناوين الكبيرة فقط اوكي مثلا في مادة تاريخ و جغرافيا فقط ركزوا على الدرس العنوان الكبير تاع الدرس الحرب الباردة مثلا معنا بلشو شاكو تقرأوا الان يبالي الان اكو في التورة الجزائرية ولا جنسيبا مثلا التورة الجزائرية خدوا العنوان الكبير انتحا قرأوا الدرس التاعكم حلو الكراس قرأوا الدرس التاعكم مليح من البداية الى النهاية مشي يعني فقرة بفقرة لا بدأوا قرأوا كل الدرس بتأني اوكي او بعدها حاولوا تلخصوا الشي اللي قرأته بأسلوبكم بأسلوبك في الورقة البيضاء اللي رحى عندك لخص الدرس في ورقة بيضاء مثلا عندك مادة الاسبانية ما ركوش مراجعينها اوكي فتحوا لكم الرأس ركزوا فقط على القواعد ركزوا فقط على المصطلحات وجميع هاد الامور راني درتها لكم في قناتي اللي ما عندهمش مصطلحات الى غير هذا دخلوا للقناة ركزوا على المصطلحات شوفوا جميع مصطلحات الوحدة الثانية راني درتها لكم شوفوا كذلك جميع فقارات الوحدة الثانية كذلك راني درتها لكم فقط ديوا عليها نظرة والقواعد كذلك شوفوها جميع قواعد الفصل الثاني وركزوا عليها يعني فقط اديروا تمرين او تمرينين في كل درس باش تطبقوا في مادة الرياضيات نفس الشي شوفوا القاعدة شوفوا هادي شوفوا الاخرى من بعد ديروا تمرين او تمرينين في كل درس وحاولوا انكم تفهموا بطريقتكم الشخصية هادي اهم ناصيحة انه مرايحينش طبعا كل شي تديروه الان impossible impossible تراجعوا كل شي في يوم واحد مستحيل ولكن ديروا هادي على الاقل رايحين تدوه 10 11 12 ممكن حتى 13 فهادي كانت النصيحة تعلرهم متأخرين ولي ما زال ما درسوش ونو باني كيبا وما تخافوش وعرفوا باللي ما زال بقي لكم الفصل الثالث وما زال بقي لأسبوع واهم شي تكونوا واثقين من نفسكم وتروحوا لامتحان بكل جدية نتمنى ربي نجحكم وربي يوفقكم إذا عندكم أي أسئلة أو استفسارات خلوه مني في التعليقات والسلام عليكم شكرا للمشاهدة